أسئلة كتيرة جداً بالدور في أزهان جمهورة الكرة المصرية مش مرتبطة بشكل مباشر بمطش بكرة مطش الجابون على الرغم أن أنا شايفه مباراة مهمة وفرصة كبيرة للجهاز وللعبين لكن مرتبطة بالهدف الأهم وهو تحقيق هدف الوصول لكاس العالم هل ضمان مصر لصدارة مجموعته قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ترجمة لاستعادة منتخب مصر لتوازنه هل منتخب مصر تحت قيادة كيروش قادر على مواجهة الكبار هل من الممكن أن الرجل الأكثر إصارة للجدل على الرغم من أن الفترة تولى فيها المسئولية قصيرة إلى حد الماء قادر أنه يصحح الأخطاء قادر أنه يعيد الشخصية والهوية لمنتخب مصر كل دي أسئلة بتدور في أزهان الجماهير الكرة المصرية وبالتأكيد هترحى على ضيف النهاردة واحد من نجوم الكرة المصرية ومن نجوم نادي الأهلي كابتن أسامة عرابي أهلا بك كابتن أسامة نورنا دائما في السابسة أهلا بك يا صدر أحمد وأهلا بك السلامة المشاهدين تلات محطات كانوا مهمين في مشوار منتخب مصر في تصفيات كاس العالم أو في المرحلة دي من تصفيات كاس العالم هل بانت من وجهة نظرك قدرات كارلوس كيروش اللي بيقود المنتخب الوطني لا طبعا ما داشت تقول أن إمكانياته بانت في التلات ماتشات دولت لأن التلات ماتشات ليهم ظروفهم يعني يمكن أنا كنت معاك هنا في السادسة قبل كده قبل التصفيات وقلت لك أن المنتخب المصر هيوصل واللي هيقاوح معه ممكن الجابون أو أنجولا ولكن ليبيا كانت مفاجأة في مكسبها الماتشين الأوليين ولكن كنت متأكد أننا نعدي الخطوة سواء كيروش كان موجود أو كابتل حسين البدري موجود أنا كنت متأكد أننا نعدي أول مجموعة ده السؤال السهل والسؤال الصعب لسه ما جايش آه يعني أنا كنت متأكد أنه مصر بالمستوى الفني للعبين بتكوينة منتخب مصر بخبراتهم بكل حاجة أنه هيعده حتى لو الأداء مش مقنع فميستر كيروش جيف وقت بعد كابتل حسين البدري خلي بالك أي مدير فني بييجي في الفترة الأولانية بتبقى فيه دوافع للعيبة أنه عايزة تثبت المدير الفني الوضع اللي أنت كنت فيه في الماتشين بتواليبيا أنك أنت تخرج لو خسرت ماتش فيهم ممكن تخرج من التصفيات خالص ددت برضو دوافع فأنت قدت الماتش الأولاني ما كانش كويس أو بس كسبت الماتش الثاني هو الأفضل اللي هو أكسبنا فيه ثلاثة وقدنا بشكل كويس لكن برضو ما تقدرش تقول أنه وصلنا للشكل الأمثل للمنتخب المصري والحكم النهائي لمستر كيروش مستر كيروش طبعا سيفي كبير جدا وكل اللي فات ما نقدرش نتكلم فيه يعني كل اللي فات في تاريخه ما نقدرش نتكلم عليه يا راجل مدرب كبير لكن لسه ما تقدرش تقول أنه هو ده المنتخب لكن اللي أنت تتطمن له أنه يوصل بنسبة 90% للنهايات في ماتش الأخير بتاع أنجولا الشهوط الأولي كنوا عشين قوي الأداء كان سائق جدا باستثناء الخمس دهائي الأخيرة أو السبعة ثمان دهائي الأخيرة اللي لعيبة حسد بعد 2-0 أن شكلها يبقى وحش يعني أوحو لغاية لما أنني جاب جون صلاحة عملها له حلو قوي دي دخلتك في المتش الشهوط الثاني الأداء تحسن ما فيش شك في كده الأداء تحسن الشهوط الثاني ولكن برضو مش بنفس القدر اللي تقدر تقول أنك أنت أداء مميز لكن كنت أفضل كتير الشهوط الأولي كنت وعش جدا وقدرت تتعادل وكان ممكن حتى جات لك بعض الفرص أنك ممكن تخلص فيها لكن كان فيه مشاكل كتيرة في المتش كان فيه مشاكل كتيرة هو عدل في بعض التعديلات لما حصل تغيير حمدي فاتحي وكان بلعب الأول عبدالله السعيد والنني والسلية في نص الملعب لما شل عبدالله ونزل حمدي صلح الوضع شوية ابتدى يلعب مقام من هو قدام الديفنس والسلية والنني ابتدى كل واحد فيه يروح على جنب الأجناب لأن الأجناب كانت مضروبة جدا